موسيقى هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكاس العالم فيفا 2022 في الشرق أوسط وإفريقيا السادات المشاهدون الأكارم أصعد الله أوقاتكم بكل خير مع أمر عواد يحييكم من هنا من العاصمة القطرية دوحة وتحديدا من شاطئ الحيئة ثقافي كتارة وتحديدا من خلف جزيرة اللؤلؤ قطر في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين نتوقف عند الأسباب الفعلية التي أدت إلى ارتفاع السيولة المحلية في قطر لأعلى مستوى لها على الإطلاق العام الماضي ما يزيد عن 714 مليار ريال قطري كذلك قدر نتوقف عند ارتفاع شهية استثمارات الحكومة القطرية في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في نوفمبر ماضي لأكثر من 10 مليارات و600 مليون دولار أمريكي وكذلك أيضا نتوقف عند أثر ارتفاع أسعار الفائدة على موجودات البنوك العاملة في قطر وتحديدا على الوداء التي قاربت التريليون ريال وفي هذه الحلقة نتوقف عند ما هي السياسات الحكومية لإشغال القطاع العقاري وتنشيط القطاع السياحي ما بعد استحقاق المونديال طبعا كانت هذه أعزائي المشاهدين أبرز عنوين حلقة عين على قطر المشهر ابتدأ أهلا ومرحبا بكم زادت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى مستوى 10 مليارات و620 مليون دولار في نوفمبر 2022 ما يمثل 29% من إجمال استثمارات الدوحة في سندات الخزانة الأجنبية ارتفعت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 بنسبة واحد وستة عشر في المئة على أساس سنوية إلى 81 مليون ومائتي ألف طن وتصدرت الصين العام الماضي الدول المستوردة للغاز القطري بخمسة عشر مليون وستمائة ألف طن تليها الهندو بعشرة ملايين وستمائة ألف طن وكوريا الجنوبية بتسعة ملايين وثلاثمائة ألف طن تخطط باكستان لبيع محطتين لتوليد الكهرباء تعملان بالغاز الطبيعي إلى قطر للطاقة بقيمة تبلغ مليار ونصف المليار دولار بطاقة ألفين وأربعمائة وستين ميجاوات وذلك في إطار سعي إسلامباد لخصة الأصول المملكة للدولة وفق وسائل إعلام تاكستانية سجلت السيولة المحلية في قطر بنهاية ديسمبر الماضي أعلى مستوى على الإطلاق عند سبعمائة وأربعة عشر مليار ونصف المليار ريال بدعم من ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية والودائع لأجل بنسبة عشرين وثلاثة عشر في المئة وصولا إلى خمسمائة وثلاثة وخمسين مليار وسبعمائة مليون ريال مدفوعا بارتفاع أسعار الفائدة على الإداع في حين سجل النقد في التداول انخفاضا بنسبة أربعة واربعة عشر في المئة إلى نحو ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة مليون ريال أطلقت شركة استثمار القابضة أحد الشركات المدرجة في بورسة قطر باكورة أنشطتها في قطاع الرعاية الصحية من خلال تدشين مستشفى ذفيو بقدرة استعابية تصل إلى ثلاثة وعشرين الف زائر في الغرف وأكثر من ثلاثمائة الف زائر في العيادات الخارجية بإجمال استثمار يصل إلى خمسمائة مليون دولار نمو الاعتمان المحلي في قطر بنهاية العام 2022 إلى أكثر من تريليون ومائتي مليار ريال قطري يدعم ارتفاع موجودات وأصول البنوك العاملة في قطر بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من تريليون وتسعمائة مليار ريال قطر إضافة أيضا إلى زيارة الاستثمارات المحلية اللافت في البيانات المالية المجمعة للبنوك العاملة في قطر هو اقتراب جمالي الوداع في الجهاز المصرفي إلى نحو تريليون ريال وهو الأعلى على الإطلاق نتيجة الارتفاع الحاصل في الوداع في الجهاز المصرفي خاصة وداع الأفراد والمؤسسات نتيجة ارتفاع أسعار فائدة التي تقدمها البنوك الآن في قطر ما بين أربع ونص إلى خمسة ونصف في المائة سنويا نتبع تفاصيل في هذا العرض كيف كانت البيانات المالية المجمعة للبنوك القطرية على مدار العام 2022 شهدنا ارتفاعات على مستوى الموجودات ونقف على آخر الأرقام التي سجلتها هذه البنوك خلال العام 2022 نتحدث عن الموجودات ارتفاعات بأكثر من أربعة في المئة وجاءت بدعم من زيادة الاتمان المحلي الذي وصل إلى أكثر من تريليون ومائتين مليار ريال كنا شهدنا كذلك منها كانت مائتين وخمسة وخمسين مليار ريال استثمارات محلية بارتفاع الأرصدة الخارجية التي وصلت إلى مائة وأربعين مليار ريال إجمال القرود ارتفاعات بأكثر من ثلاثة في المئة على الرغم من ارتفاع في معدلات الفائدة والتوجهات المركز القطري في ظل توجه الفدرالي الأمريكي برفع لمعدلات الفائدة على مدار العام 2022 شهدنا ارتفاعات بأكثر من ثلاثة في المئة وصلنا إلى أكثر من تريليون ومائتين وستين مليار ريال فيما قروض القطاع العام تراجعت بواحد فاصل أربعة في المئة بالنسبة لهذه النسب والقطاع العام اقترد نحو واحد وعشرين مليار ريال في ديسمبر الفين واثنين وعشرين الأرقام الأخرى التي سجلتها هذه البنوك نتحدث عن إجمال الودائع بشكل عام ارتفعت باثنين فاصل ستة في المئة وحقت هذا الرقم تقريبا اقتربنا من تريليون ريال يعني ان تحدثنا عن أعلى مستوى على الإطلاق سجلته هذه الودائع جاء بارتفاع بدعم ارتفاع معدلات الفائدة منها خمسمائة واربعة وخمسين مليار ريال ودائع عملات أجنبية وودائع تحت الطلب فيما جاءت ودائع القطاع العام يعني استحوذت على أكثر من عشرين في المئة نتحدث كذلك عن تسجيل أعلى أو مستوى قياسي كذلك على الإطلاق بدعم معدلات الفائدة بطبيعة الحال منها مئة واربعة وستين مليار ريال هي ودائع بالعملات الأجنبية فعليا نتحدث الآن عن ودائع القطاع الخاص الذي كانت بنصبه ثلاثة عشر في المئة بالنسبة لهذا النمو وهو الأعلى على الإطلاق بدعم معدلات الفائدة وقسمت هذه الأرقام إلى ثلاثمائة ووحدة عشر مليار ريال ودائع توفير لأجل بالنسبة لهذه التطورات الأخيرة الآن بالنسبة للوضع النقدي في الجهاز المصرفي ودائع غير المقيمين شاهدنا عليها تراجعات بأكثر من واحد وثلاثين في المئة ووصولا إلى مئة واثنين وتسعين مليار وستمائة مليون ريال انخفضت لمستويات العام 2018 بالنسبة لودائع غير المقيمين وتساهم بانخفاض صافي عجز الموجودات الأجنبية فعليا فيما الوضع النقدي في الجهاز المصرفي نقف الآن على مجموعتين مجموع عجز الصافي الموجودات الأجنبية الذي تراجع بـ 27 أكثر من 27 في المئة وهو الآخر تراجع إلى أدنى مستوى له في 2019 أما مجموع صافي الموجودات المحلية شاهدنا ارتفاعات بقرابة الاثنين في المئة وجاء بدعم من زيادة المطالبات المحلية إلى تريليون ومئة وثلاثين مليار ولكن بالنسبة للاثنين انتحدثنا عن مجموع عجز صافي الموجودات الأجنبية مع مجموع صافي الموجودات المحلية الفارق بينهما أي ما يمثل السيولة المحلية فعليا أو ما يعرف بالمعروض النقدي والذي بلغ وتجاوز 714 مليار ريال قطرية يعني كنا الآن على آخر الأرقام التي حققتها البنوك القطرية على مدار العام 2022 تواصل الشركات الأفصال عن بيناتها المالية السنوية بالمجمل تأتي النتاج أفضل من متوسط التوقعات شركة الإجارة تتحول إلى الربحية بأكثر من 19 مليون ريال قطري كنت قد التقيت بالسيد حبد الجمالي وهو رئيس تنفيذ للشركة تحدث عن أسباب التحول إلى الربحية تحدث أيضا عن استراتيجية الشركة نستمع لمقتطف من هذه المقابلة التي سوف نستمع إليها كاملة في حلقة مقابلة خاصة الأثنين المقبل بخصوص التحول الرئيسي الذي صار في النتائج المالية كانت بسبب عدة عوامل العامل الأول هو ارتفاع الإرادات التشغيلية لدى الشركة ثاني عامل ارتفاع الإرادات الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل بعض الديون التي كانت متعثرة في خارج الشركة العامل الرابع هو تقليل المصاريف التشغيلية هذا أدى إلى ارتفاع نسبة الأرباح لدى الشركة انطلاقا من إجابتك أخي حمد أنتم أطلقتم استراتيجية جديدة مختلفة ربما مغايرة عن الخطط السابقة حدثني عن أهم المحاور لتلك الاستراتيجية بشكل عام والخطط والبرامج التنفيذية لها بخصوص الله سلمك الاستراتيجية الجديدة مثل ما ذكرت الله سلمك احنا راجعنا أول شيء للأنشطة القائمة في الشركة بشكل كامل قمنا بيقاف الأنشطة التي هي غير مربحة وبدأنا الله سلمك التركيز على الاستثمار بعيدا عن الوبريشن عن إجراء العمليات والمتابعة التي تحدث من الأنشطة عندما تدخل في مثل نشاط التكسي سابقا ونشاط الليموزين وغيرها من الأنشطة تركيزنا حاليا هو استثمار بحت ومن خلال ثلاث محاور المحمر الأول هو التركيز على الشركات ما نقصد بالتركيز على الشركات؟ الدخول في شراكات مع الشركات الناجحة التي محققها عوائد إيجابية وأرباح جيدة خلال السنوات السابقة بنسب أو بحصاص أقلية أو أغلبية طبعا بعد ما يتم دراسة الشركات هذه والاطلاع على ميزانيات هذه خمس سنوات سابقة من خلال طبعا شركات استشارية وعرضها على مجلس الإدارة وأخذ الموافقة هذا بيكون جزء الجزء الثاني هو التركيز في إعادة التمركز في الاستثمار العقاري شركة إيجارة تمتلك مجموعة من الوحدات العقارية نتوقع إن شاء الله في سنة 2023 و2024 أن يكون فيه فرص جيدة بعوائد عالية في العقار متى ما حصلنا فرص جيدة سنعيد التمركز بشكل بسيط من حجم الشركة في الاستثمار العقاري أو من خلال محافظ استثمارية عقارية تعطي عوائد جيدة المحور الثالث عندنا اللي هي الأدوات الآمنة اللي هي الودائع السكوك والمحافظة الاستثمارية تركيزنا رح يكون إن شاء الله في ثلاث محاور هذه الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية تعلنان في مؤتبر صحفي في ميناء الدوحة القديم هذا الأسبوع عن إطلاق فعاليات شتاء قطر يتضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والغنائية التي سوف يحي عدد من الفنانين والمطربين المحلية وكذلك العرب طبعا تمتد هذه الفعاليات حتى بداية شهر رمضان مبارك الذي سوف تستمر فيه الفعاليات في إطار أجواء رمضانية نستمع لما قال إليه السيد أكبر الباكر وهو رئيس قطر للسياحة وكذلك أيضا هو رئيس تنفيذ الخطوط الجوية القطرية في هذه المناسبة أعلن اليوم عن إطلاق فعاليات الشتاء في قطر التابعة لقطر للسياحة والتي تعد امتدادا موسميا لمنصة قطر أكثر من شعور والتي تعزز من مكانة البلاد كأفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط التقس المعتدل والجمال الطبيعي والعروض الترفيهية تجعلنا الوجهة المثالية لعطلة طويلة أو رحلة قصيرة أو حتى إجازة شتوية وضمن حملات الشتاء لعام 2023 سيتم إطلاق برنامج حي للعائلات والأصدقاء يتضمن إقامة فعاليات في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر القليلة القادمة بقونا معكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من عين على قطر فاصل إعلاني قصير ونعود لمتابعة ما تبقى بالها لا تبتعد كثيرا يبقوا معنا هذا البرنامج برعاية هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكاس العالم فيفا 2022 في الشرق أوسط وإفريقيا صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات ترتفع بـ 6.7% في شهر ديسمبر الماضي إلى ما يزيد عن 890 ألف فرميل يوميا بإجمال شهري يزيد عن 27 مليون و600 ألف فرميل اللافت في البيانات الصادرة عن جهات رسمية تتحدث زيادة كبيرة في حجم واردات كوريا الجنوبية من النفط القطري وكذلك المكثفات بنسبة زارت عن 136% التفاصيل في هذا التقرير شحنات النفط الخام والمكثفات القطرية ترتفع في شهر ديسمبر الماضي لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر مدفعة بزيادة حادة في الصادرات إلى كوريا الجنوبية بنسبة 132% قياسا بصادرات أكتوبر نحو 890 ألف برميل يوميا صادرات قطر من النفط الخام والمكثفات في ديسمبر بزيادة شهرية نسبتها 6.17% زيادة تحكس حالة عدم اليقين وتحديات حصص الإنتاج التي تواجه كبار المنتجين وسط تذبذب أسعار النفط هبطا وسعودا بعد قرارات الاحتياطي الفيدرالي وتخفيف القيود المرتبطة باحتواء الوباء في الصين وبحسب بيانات تتبع السفن فقد انخفضت صادرات النفط الخام القطري الشهر الماضي بنحو 10% لتصل إلى 586 ألف برميل يوميا بينما قفزت شحنات المكثفات بنسبة 49% لتصل لمستويات 304 ألف برميل في اليوم وارتفعت الصادرات القطرية إلى كوريا الجنوبية لأعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2020 لتقفز إلى الضعف بينما تدفق النفط الخام والمكثفات القطرية نحو الإمارات لأعلى مستوى له منذ مايو 2021 وتمثل أسواق اليابان وسنغافورا وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند والصين وماليزيا الوجهات الرئيسية للخام القطري هذا وبلغ عدد الشحنات التي نقلت النفط الخام والمكثفات القطرية 32 ناقلة بينما حددت قطر للطاقة سعر البيع الرسمي للخام البحري لشهر فبراير بعلوة 75 سنة للبرميل فوق أسعار خام عمان دبي والخام البري بعلوة دولارين وعشرة سنة للبرميل هذا الأسبوع مركز قطر للمال يصديف منتدى السوق المالية طبعا كانت مشاركة كبيرة من طرف مؤسسات محلية وكذلك أيضا عربية تناولت عدد من القضايا المتعلقة بقضايا التمويل المستدام الذي كان عنوان هذه الندوة إلى أسواق رأس المال المدين طبعا المركز قام باستقطاب عدد من الخبرات في هذا المجال كنا قد التقينا بالسيد أيمن دكالي وهو رئيس التمويل الإسلامي والتمويل المهيكل في مركز قطر للمال تحدث عن استراتيجيات التمويل المستدام وكذلك فيما يتعلق بالسندات الخضراء التي أصبحت أداء جاذبة للتمويل على المستوى الدولي طبعا القطاع المالي يعتبر قطاع مهم خصوصا عندما نتحدث عن التمويل المستدام والاقتصاد المستدام تكمن أهمية القطاع المالي بأنه بوابة للعبور لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى لأن السيولة والتمويل لجميع المشاريع التي تحصل في القطاع الخاصة وحتى في القطاع الحكومي تأتي عن طريق القطاع المالي سواء عن أسواق رأس المال أو عن طريق البنوك والمصارف لذلك تعتبر الصناعة المالية من أهم العوامل للتمكين ولنجاعة التمويل المستدام أو الاقتصاد المستدام وتحقيق الأهداف الخاصة بكل بلد على حدى للوصول لأهداف الاستدامة كذلك العالمين النقاط المهمة التي أشرتهم لها هو السندات الخضراء اليوم كيف تقيمون واقع السندات الخضراء سواء في المنطقة في العالم إلى أي حد ربما باتت تسيل شهية أكبر المؤسسات والبنوك للدخول فيها طبعا سندات الخضراء تعتبر من أهم الأدوات المالية المتاحة Asset Class هي تعتبر من أهم الأدوات المتاحة بالنسبة للمستثمرين والمصدرين بالنسبة لمصدرين هذه الأدوات من حيث جاذبية الاستثمار ومن حيث قابلية تحقيق أهداف الاستدامة والأهداف الخضراء بالنسبة للمستثمرين توجد طبقة كبيرة من المستثمرين لديهم منديت معين للاستثمار في أصول خضراء أو في أصول صديقة للبيئة فهذه تعمل على تمييز هذه الأدوات أو السندات أو السكوك الخضراء تجعلها عندها قابلية للاستثمار أكبر من ناحية الإنفستور بيز وفي نفس الوقت تدفع لتحقيق الأهداف الاستدامة والأهداف الاقتصادية بصفة عاما إن فضع عقد المونديال في قطر الذي يعني عاشه العالم على مدى شهر كامل الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في الدوحة بشكل عام كذلك أيضا إزالة المظاهر المتعلقة بهذا الحدث الكروي الكبير إن على مستوى إعادة فتح الشوارع العامة عودة المدارس إلى وضحة طبيعة وكذلك أيضا المنظفين وكذلك أيضا المنشآت التي تم تتشينها ويبقى السؤال باذا عن مصير المعروض العقاري الكبير في الدولة وكذلك أيضا المنشآت المبيت والإطعام والضيافة التي تشكل وفرة كبيرة وما هي السياسات الحكومية لإعادة تشغيلها من جديد قبل نحو شهر من الآن كانت عين العالم على قطر ومونديالها في نسخة ستبقى في الذاكرة توجت بلقبها الأرجنتين وحمل كأسها ميسي متوشحا بالعباءة العربية بعد أن غادر الجمع قطر تدخل في استراحة محارب بعد معركة طاحنة مع الاستعداد والتنظيم وتكللت بالنصر الدوحة اليوم ورشة عمل لا تهدأ على المستوى اللوجستي لعودة الحياة لما قبل المونديال العاملون في القطاع الحكومي يعودون إلى وظائفهم بدوام كامل وطلاب المدارس والجامعات يرجعون إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام لأربعين يوما وإعادة فتح لكورنيش الدوحة والطرق المؤدية إليه أمام المركبات وإزالة الأكشك والمرافق المؤقتة ومظاهر الزينة ومناطق التشجيع والشاشات العملاقة والإنارة كذلك وصور اللاعبين عن الأبراج السكنية والتجارية ومحطات الباصة والميترو كذلك طبعا الملاعب الثمانية التي استضافت مباريات البطولة الأربعة وستين يعود الهدوء لها وفي محيطها بعد شهر من السخب بانتظار أن يبدأ مسلسل تفكيك جزء من مقاعدها والتبرع بها للدول المستحقة كإرث لأول بطولة في بلد عربي أخيرا وكما جارت العادة الإسبوعية أعزائي المشاهدين توقف عند أهم وأبرز ما جاءت عليه منصات التواصل الاجتماعي في قطر إضافة إلى الأجندة الإسبوعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهكذا عزائي المشاهدين تكون حلقتنا قد وصلت إلى آخر محطاتها في الإسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية Q&B الدعم الرسمي لكاس العالم فيفا 2022 في الشرق الأوسط وأفريقيا